تاني بشكل كبير شفتات وبنشوف وليد سليمان بيخش بيلعب بدماغه كلمة السر يعني فيه شغل فيه كلمة السر كلمة السر وليد سليمان وليد سليمان واخد حرية في الملعب ان هو تحرك في اي مكان ودي زكاء من كارتلون جدا ان هو وليد عنده المهارة دي عنده الحتة اللي هو لعب تحت راسة الحربة وتحرك الاطراف زي ما هو عايز بيعطي كي بها دافع وبينزل دافع والغريب اللي جاب جوه بدماغه مبرح وليد برضو بالنسبة لي انا كان يعني فاهم اللي هو حاجة جديدة على وليد لكن هي جديدة عشان مستكارتلون بديله حرية ان هو يكمل كراس حربة تاني ووالي بيقولك هاي فين مهارة دي تسديد كويس جدا تمرير اخرها بيعملها حلوة اوي بتحرك الاطراف بيعملها كويس فامبارح كلمة السر يعني كالعادة بقى كامتش ما شاء الله يعني ربنا يحميه وليد وليد سليمان ونص ملعبك مستحوى استمام انت بتكلم بتقول الجمهة الحلوة وكل ده ليه عشان انت مستحوى وسعى الكرة بنصر ملعبك مستحوى الكرة كل قصيرة اللي انت بتلعبها بتلف الكرة هي دي اه ومستكارته هو واضح ان زاكرك فرت بفاقص صيف كويس اوي انا كنت بشوفك وانت واقف على الخط كنت دايما تقول لعبت نادل جمهة واحدة كلمة باس 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 صح جدا باس 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 قبل ما اللعب يستلمها انت بتقوله باس هو بس اي حاجة بتديك في الملعب انت بقى انت الاحسن الكرة معك وانت هتاخد الافضلية منين وكرة معك بالزبط هي دي ميزة ميزة الكرة الوقت ان الكرة في رجلك بتحرق بها كويس اوي دايما يقول برشلون او مش عايفه واسبانيا وايه دايما عشان من الكرة في رجلهم كرة في رجلك بتحرق تعمل كل الشغل اللي انت تتكلم عليه الوقت ما الكرة انت مش مستحوز عليها كل الكلام اللي احب نتكلم فينا وانت ده مالوش لازم ان مش هيحصل لكن انت مستحوز امبارح اهداف طريقة لعبك اللي هجوميه كتير اوي منواع كويس جدا احمد فاتح امبارح من ما شاء الله على الجانب اخر معلول طبعا انت حركات وليد اسلام امبارح امبارح في حالة كويسة جدا اسلام وليد حيث ان هم عندهم لا مركزية في 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 الملعب كله وتحرق كويس اوي في اي مكان هم ما عايزينه الوحيدة كان سابت بس حمودي وحمودي الرجل ميثبته في المكان ده على الاساس الكوار بيعملها منها واحد الوليد ومنها واحدة الوليد ازارو اه بيعمل بالضبط اللي هو ايه دليفري كده اه 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 براكة الممتاز كمان حمودي الشوط الاول عمل حلو قوي ممكن الشوط تاني نوع مبارو عادي جدا انا ممكن بقى تعبقال يعني يعني حمودي اه تاني ماتش على التوالي بيقدي اه برضو اه فكر مستر كارترون بيدفع فيه ولكن يعني اه انا بقس لك معدل رضا الجمهور لسه مش شاف حمودي وصل للتوب فورم بتاعه لسه عنده اكتر بلح برضو كان عنده اقعاد كتير في الملعب لما كان بيستلم الكورة لكن هو تمايز لا باخد كورته ويخش في التلت الهجومي بيقدي بشكل كويس اوفرات متقنة بشكل يفتقدها النادر اه اللي في الزبط بالضبط بيعمل اختارها كويسة وتحس ان حمودي عايز يوصل لانت كم تعليق ده هو عايز يوصل لأقصى درجة من اللي هي مستوى اللي الناس عرفاه الجمهور بيقول اه هو ده حمودي ودائما قدام بتحاول خلاص اتوصل وحمودي مباراة سابقه مباراة مباراة تاخد عامل مستوى لفترة لعبة مستوى كويس جدا هو حتى مباراة خارج راضي عن نفسه دائماً لعيب الكورة وخارج اهاب تعيس انه انت مدائي ولا ما ادي وحش ولا كان نفسه كامل راضي ومباراة خد تحية كبيرة مجموعه بالضبط خد تحية كبيرة من جمهور من كارتره النفسه بالمستهب لعيب الكورة وانا اقول لك وزاكي جداً هو وخارج التحية بتاع الجمهور بيعرف هو كان عامل ايه النهاردة عارف هو هو وخارج عارف مبسوط ان هو خارج جمهور بديو تحية بتاعته كويس او المدير الفني بيقابله بتفرق عكس انه يكون خارج مش مقد كويس مش مستوى بيبقى بتطلع زعلان وتحس ان انت مباراة للنسان انت قدمتها